مجلس الأمة اليوم ستكون معنا ضيفتنا في هذه الليلة الدكتورة جينام بوشهري مرشح الدائرة الثالثة و سنتكلم معها في الكثير من التفاصيل و الكثير من الأمور و شهر الكرام باسم وسمكم أرحب بضيفنا وضيفكم أخوي العزيز محمد أثنيان رئيس مركز طروس أبو أسامة ياهلا مرحبا فيك ياهلا أبو حمد حياك الله ما هو آخر الأخبار اليوم؟ اليوم هناك أعداد ترشعت كثيرة و أغلق غضاء بالتسجيل وصلت 255 اليوم اليوم في 2024 وصل 258 و السحاب ثلاثة 255 مرشح في الدوار يعني عدد يمكن أكثر من الانتخابات التي طافت بستة بستة مرشحين أبو حمد خلنا نستعرض بس تفضل 2013 كان مرشحين عددهم 418 2016 454 2020 359 مرشح في 2022 376 مرشح 2023 246 مرشح هذه الانتخابات 255 مرشح يعني الانتخابات الحالية هي أكثر مرشحين طبعا فيها طبعا الدائر الرابعة تتصدر عدد المرشحين فيها السنة هذه أكثر عدد شم؟ 68 مرشح 68 والدوائر الأخرى؟ الأولى 47 مرشح الثانية 53 مرشح الثالثة 37 مرشح الرابعة 68 مرشح الخامسة 50 مرشح في الدوائر وهذا يعني يعطيك دلالة في احتدام في عدد النزول الأغراق اللي تكلمنا عنه لكن لغراق المركز إذا الدائر الرابعة 68 انتخابات الماضية كان 42 مرشح العدد زايد عدد زايد طبعا اليوم أبرز خذوا الانتخابات سجل اليوم أحمد شريعان النائب السابق أحمد شريعان مفاجأة مفاجأ اليوم سجل في الانتخابات ويخوض انتخابات 2024 نعم نتحدث عن التركيز يعني اليوم قبيلة شمر في الدائر الرابعة كمثال يعني انسحاب أغلب المرشحين الآن يمكن ثلاث مرشحين أو أربعة قبيلة شمر اليوم ثلاث مرشحين فقط هو بدر سيار ومرزوق الخليفة وخليفة محمد الخليفة ثلاث مرشحين فقط البالجي انسحبوا تتوقع فيه انسحاب بعد والله التوقع صعب جدا سأل محرج سأل محرج لا 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 ما في شيء أحراج يعني في الانتخابات بوحمد نحن عندنا سياسة هنا نحن لغة الأرقام هي اللي تتحدث بعيدا عن الاحراجات الاجتماعية والسياسية وكل الاحراجات اللي نؤمن فيه ونصل فيه الأرقام راح نذكرها بالتفصيل ما فيه احراجات بإذن الله لكن هل فيه انسحاب ما أعتقد فيه انسحاب لأن من خاضر الانتخابات قاعد يخوضها الانتخابات بقوة وما فيه أي انسحابات يعني تتوقعاتك شمر سيبقون ثلاثة يبقون ثلاثة الانسحابات اللي صارت اليوم من هو المستفيد منها بشكل أكبر في قبيلة شمر بكل تأكيد بدر سيار مستفيد منها من هذه الانسحابات يعني هذا يتحدث فيها الأسبوع القادم قبيلة شمر دائما تبحث عن الموجة في أغلبية صامتة دائما تبحث من هو الأقوى في إذا وصلت إلى القريب النجاح تتوجه له نعم فيبحثون عن القريب النجاح وواضح من هو القريب النجاح وأنا أعتقد يعني عملية التركيز مطلوبة نعم يعني يمكن لو شمر كانوا أثنين لو أثنين يعني مثلا من ثلاثة ممكن يحصدون مقاعدين يحصدون مقاعدين يعني جائز يعني بنسبة كبيرة نعم لأن قبيلة شمر في النهاية تتوجه وصير تركيز 2020 مرزوق الخليفة كان عظم يسمى كان بدر سيار رقم 11 2023 كان بدر سيار بس كان في موجة عالية ومرزوق الخليفة داخل 15 قريب النجاح مو بعيد رقم عالي جدا صحيح صحيح أعتقد وخصوصا كان في أيضا مرشحين آخرين من شمر نعم في مرشحين لكن إذا ترجع لقناعتي قبيلة شمر تبحث دائما عن الأقرب للنجاح واليوم الأقرب للنجاح هو بدر سيار الشمري هو الأقرب للنجاح وأعتقد أنه سيحصد موجة عالية وهذا عززت من حظوظ بدر سيار بس هل ما في خطورة على مقعد شمر بوجود الثلاثة لا ما في بالعكس يعني تعتقد الآن التركيز أنا أقول يعني شمر لو سير فيه تركيز عالي ممكن تحصد من مقعد لمقعدين بكل تأكيد لكن الآن ما فيه تركيز وأعتقد لا والله أنا شايف فيه تركيز أقول لك ليش ما دام فيه ثلاثة نزين ولا لا واحتمالية انسحاب أحد الأطراف إذا انسحب أحد الأطراف تتغير لكن في ظل الوجود الحالي فما أعتقد وأنا أعتقد أيضا قبيلة عنزة في الدائرة الرابعة الآن ترى حظوظها جيدة أصبحت نعم بعد الانسحابات الآن ثلاثة فقط عزكر العنزي نعم عبدالله فهد و عبدالله فهد و متعب الرفعان و متعب الرفعان ثلاثة لكن يعني ممكن تحصد و شم 26 ألف إذا كان ضرق بالأخرى لا يخالف يعني فيه تركيز على هذه الثلاثة تدري يمكن من أول الأول انتخابات عنزة ممكن هذا التركيز موجود ثلاثة مرشحين إنتخابات الماضية اثنين كان فيه تركيز على اثنين جعل لا بس كانوا فيه مرشحين لا ما كان فيه فقط اثنين الآن ثلاثة و كلهم قوية لكن أعتقد قبيلة عنزة ستتجى من مقعد إلى لا مقعد بس احصدوا اثنين احصدوا اثنين احصدوا اثنين في الانتخابات الإطافة لأنه صار تركيز عليهم لأن ظروف الانتخابات الماضية الظروف الحالية تختلف وأنا أرى أن قبيلة عنزة أنا الآن عندي خمسة مضمونين في الدائرة خمسة الآن عندي مضمونين خاصين في الدائرة مو من ضمنهم قبيلة عنزة بس أنا أقول لك أنا أسجلها عليك وتحداك أقول لك عنزة من واحد إلى أثنين أنزين وأثنين يعني تقريبا بالإمكانهم يعني قبيلة عنزة يحصلون في حال حدوث التركيز من قبيلة عنزة في الدائرة الرابعة صعب جدا التركيز إذا قبيلة عنزة تركيز في قبائل أخرى أيضا عندها تركيز العجبان مركزين على واحد قبيلة تشمر في تركيز لا مثل عندك الظفير الآن يعني شوية فيها أربعة أو خمسة أربع مرشحين قبيلة الظفير لكن إلى الآن ما انتهت العدد أقل بس نعم العدد أقل لكن إلى الآن ما تضحت رؤية قبيلة الظفير وإيضا ما تضحت حتى الرشادة اليوم الرشادة يحصلون أربع مقاعد في الدائرة ممكن يحصلون ثلاثة لا ثلاثة مؤكد خاصين منها ثلاثة لكن ممكن يكون أربعة لأن الرشادة في تركيز عند الرشادة تركيز قبيلة عنزة ما في تركيز فقبيلة عنزة ممكن يعني في وضع خطر جدا قبيلة عنزة وكل قبيلة ما يكون فيها تركيز أي قبيلة خطر على مقاعدها شمر شمر في تركيز يعني الآن أنت تعتقد أن شمر فيها تركيز قبيلة عنزة ما فيها تركيز لا 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 هيا رشايدة هيا أيضا في تركيز في تركيز يوجد 5 أقوية متوقع أن يخرج منهم من ثلاثة إلى أربعة ثلاثة مؤكد خاصية مننا لكن الرابع سيدخل والعجمان مركزين على مبارك مبارك كيف فإذن القبائل أنت تكلم عن تركيز القبائل فقبيل تعنزها وكل القبائل يعني لا استثناء الاستثناء التركيز على القبيلة لا يوجد تركيز فإذا مستحيل أنك قاعد تتجه إلى مقعدين ممكن مقعد وممكن تفقد المقعد إذا لم يكن فيه تركيز صحيح لماذا أقول هذا الكلام أقول في حال التركيز إذا كان هناك تركيز يعني شرط عملية التركيز في أنك بالإمكان تحصد أكثر مقعد في هذه الدائرة وطبعا اليوم بوحمد ليس القبيلة فقط أنك تركز فيها لا لا أنت تنطلق من قاعدتك ومن ثم تحصد من خارج القبيلة حكم علاقاتك جيرتك طرحك تواجدك الإعلامي كل هذه الأمور وهذا يعطينا دراسة الأرقام وسألني الكثير لماذا تدرس أرقام الدوائر أرقام المتنافسية الخمسة عشر في الانتخابات الماضية قريبة جدا من المتنافسين الحاليين لكن تبحث هل هذا المرشح أو النائب عندها قاعدة تتوسع قاعدة ثابتة فيها تركيز قاعدة تتوسع كل الانتخابات أم هي موجة قد تكون موجة عالية و الآن تفتقد الموجة وتفتقد الحالة الانتخابية لليوم قاعدة نفتقد الحالة الانتخابية و نفتقد الموجة هذا يجب أن نبحث أسباب الأرقام دراسة الأرقام و كلها تتضح معنا و و و و و بعد يعني أربعة أيام تكون واضحة بشكل و و و إن شاء الله بإذن الله تعالى نبدأ اليوم في الدائرة الثانية الدائرة الثانية نحن نستعرض أرقام الدائرة الثانية إذا يعطينا مخرجنا الكريم قراءة أرقام عندنا الأول مرزوق الغانم مرزوق الغانم في 2016 حصل على 4199 صوت في 2020 أيضا الأول حصل على 5199 و في 2022 لم يخضوا الانتخابات 2023 6661 صوت يعني الزيادة عند مرزوق عن الانتخابات 2020 1482 صوت أو عن عشرين و عشرين عشرين عن عشرين و عشرين لم يترشق شعيب شعبان 16 ما خض انتخابات 20 ما خض انتخابات أول انتخابات في 2022 حصل على 3394 صوت في المركز الثالث شعيب شعبان في 2023 حصل على 5630 صوت المركز الثاني عنده زيادة 2236 صوت أعتقد يمكن من أكبر الزيادات في الدوائر في الدوائر لا في الدوائر فيه 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 عندي في الدوائر لكن في الدائر الثانية نعم شعيب شعبان هو أعلى زيادة جزء منها موجة وجزء منها قاعدة قاعدة تتوسع نعم عبدالله تركي الأنبياء 2020 حصل على 1045 صوت 18 في 2020 حصل على 1922 صوت العاشر كان عنده زيادة 877 صوت 2023 حصل على 1705 المركز الثالث وكان عنده زيادة 1783 صوت أيضا زيادة عالية ننتقل إلى فلح ضاحي الهاجري خاض انتخابات لأول مرة في 22 حصل على 1921 صوت في المركز السادس 2023 حصل على المركز الرابع بـ 1265 صوت أي زيادة 344 صوت يعني هذا عنده زيادة نعم محمد براك المطير في انتخابات 2016 حصل على 2172 صوت المركز السادس 2020 حصل على 3456 صوت المركز الثاني في 2022 حصل على 4364 صوت المركز الثاني في 2023 حصل محمد المطير على 3091 صوت في المركز الخامس عنده نزول 1273 صوت عبدالوهاب العيسى خاض الانتخابات لأول مرة في 2022 حصل على المركز التاسع بـ 2056 صوت في 2023 حصل على 233 233 صوت في المركز السادس بزيادة 975 صوت فهي زيادة أيضا عالية في الدائرة بدر نشمي العنزي خاض انتخابات الأول مرة في 2022 حصل على 1664 صوت في المركز الرابع عشر ولاحظ معاي في المركز الرابع عشر يعني داخل وخمسة عشر في 2023 حصل بدر نشمي على 2752 صوت بزيادة 1088 صوت في الدائرة وهذه أيضا زيادة عالية عند بدر نشمي فهد المسعود طبعا خاض الانتخابات في 2020 حصل على 1252 صوت وفي 2020 حصل على 1801 المركز الحادي عشر داخل الخمسة عشر وفي 2023 حصل على 2652 صوت أي 851 زيادة وأيضا زيادة عالية حصل على المركز الثامن حمد محمد المطر خاض الانتخابات في 2016 حصل على 1700 كان المركز الحادي عشر وفي 2020 حصل على المركز الرابع ل 1993 في 2020 حصل على 2460 المركز الثامن كان عنده نزول 443 صوت في 2023 حصل المطر على 2432 صوت بالمركز التاسع عنده نزول 28 صوت يعني قاعدة يعني ثابتة بدر بدر الملة في 2016 حصل على 845 ونجح في الانتخابات التكملية في 2019 في 2020 حصل على 2483 صوت المركز الثامن في 22 حصل على المركز الأول ب 7285 صوت أي زيادة عن 2020 4800 صوت في 2023 حصل بدر الملة على 2360 صوت وعنده فقد 4925 يعني الزيادة التي جدت فـ 22 خسرها في 23 هذا يعطي مؤشر المؤشر بأن القاعدة الأصلية لبدر الملة هي 2020 2023 2360 خاصة إن بدر الملة كان وزير في الحكومة في 2022 وفي ظل غياب مرزوق الغانم حصل على هذه الأصوات وغياب عمر الطبطبائي كذلك وآن هذه القاعدة الأصلية عند بدر الملة 2360 ننتقل إلى خليل الصالح خليل الصالح في 2016 حصل على المركز الثالث ب 1914 صوت في 2020 حصل على المركز الثالث أيضا 1317 صوت في 2022 حصل على 2949 صوت المركز الخامس وعنده نزول 168 صوت وهذا بداية النزول في 2023 حصل على 2180 صوت أي عنده نزول 769 صوت عن 22 وطبعا في خالة الخمس في حامد محري البذالي طبعا لم يترشع 2016 2020 حصل على 2189 صوت كان المركز 11 طبيعي المركز 11 يدش في 2022 حصل على مركز الرابع 3372 صوت كان عنده زيادة 1183 صوت في 2023 حامد محري حصل على 1430 صوت تقريبا فكان عنده نزول في الدائرة الرقم ما كتبته بالشكل الصحيح حامد محري كان عنده نزول تقريبا 1430 صوت من الانتخابات 2022 هذا كان عنده نزول داخل مكون بني غانم كان هناك أكثر من مرشح نازل والآن طبعا بني غانم هناك اليوم سجل بعد الإغلاق التسجيل أربع مرشحين أربع مرشحين نزلوا من بني غانم في الدائرة فإذا ما كان فيه تركيز هذا يعطي مؤشر لبني غانم ننتقل نوافب هيش العازمي نوافب هيش نزل في 2022 حصل على 1100 على المركز رقم 20 في الدائرة ويعتبر استثناء في 2023 حصل على 1875 صوت بالمركز الثالث عشر عنده صعود تدريجي زيادة 773 في هذه الانتخابات يخوض الانتخابات هو المرشح الوحيد من قبيلة العوازم من المتوقع يعني أن يضاعف الرقم عنده في الدائرة وهو يعتبر من المقاعد المضمونة في الدائرة نواف بهيش أحمد الحمد في 2016 سجل وتنازل انسحب من الانتخابات 2020 خال الانتخابات وحصل على 2195 المركز العاشر في 2022 حصل على 1743 صوت أي كان عنده نزول 452 لكن كان في المركز الثاني عشر في انتخابات 2023 حصل على المركز الرابع عشر ب1825 صوت أي عنده زيادة 82 صوت بدأ عنده زيادة أحمد الحمد هذا دخلنا إلى الأربعة المتنافسين في كون الخمستعش هو نواف بوشيبة هو الرقم الخمستعش ونسحب الانتخابات ما نزل يعني أعلن عدم خلض الانتخابات لكن عندنا مرشحين ما زلنا نراقب تحركاتهم من يدخل منهم مضمومة الخمستعش عندنا ثامر خالد العنزي محمد حمود الشمري سعود خالد الباطين عمر الطبطبائي ما زلنا في بحث الدائرة من الذي يستطيع أن يخترق الخمستعش إذا هناك اختراق الخمستعش يكون من ضمن المنافسة وقد يخرج من خارج الخمستعش السابقين يكون خارج الخمستعش خارج المنافسة خلال الفترة القادمة وهذا يتضح معنا نشاط المرشحين الندوات المقابلات ما نصيحتك لمرشحين دائرة ثانية إذا تبي تنصحهم في عملية تعاملهم مع هذه الانتخابات طبعا الدائرة الثانية تعتمد على أمرين الأمر الأول مكونات أن يكون عدد قليل من مكونات يعني إذا كان في مكون الشيعة في انسحاب تروح الدائرة إلى مقاعدين إذا كان القبائل في تصفية داخل القبائل أو في تركيز داخل القبائل راح تروح من القبائل يزيد مقاعدهم في الصليبخات يعني مثلا على سبيل المثال عندي الآن في الدائرة ست مقاعد جاهزة خاصة يعني متجها إلى البرلمان التنافس الدائرة على أربع مقاعد أو ثلاث مقاعد وهذا يعود إلى التركيز سواء داخل المكون الحضري إذا كان فيه هناك تركيز داخل المرشحين اللقاءات يعني عسيب مثال أحد المرشحين خرج بمقابلة قبل أيام بعد المقابلة في عنده زيادة في عنده زيادة فالمقابلة دائما توضح لا تروح لمقابلة يصير فيها مناكفات سياسية لا مقابلة هو عرض برنامجك الانتخابي عرض مواقفك عرض ما قدمت وماذا ستقدم والأفضل للمرشحين هو من يشخص الأزمة ويضع حلول لا يضع فقط مشاكل وأزمة ويكبر الأزمة يضع حلول من يتجه إلى في الدائرة الثانية من المرشحين إلى قوة الخطاب يحاول أن يصنع موجة وإن كانت في الدائرة الثانية لا يمكن أن يصنع فيها موجة أبدا دائرة الثانية لا فيها موجة لكن يحاول أن يصنع موجة أيضا يحاول أن يرتب مع المكونات القبلية إذا كان في القبائل يكون فيه تركيز اليوم فقط أنت عندك جابر الأحمد ستعش ألف خمسين أو ستعش ألف وخمسمية ناقب في الدائرة إذا تتكلم عن الصليبخات والقيروان والنهضة والشمال الغرب الصليبخات والدوحة وغرناطة أكثر من ثلاثة وخمسين ألف التي ستوتون فيها فهذا عدد عالي جدا ركز داخل داخل هذه المناطق ركز في ندوتك الانتخابية في الزيارات الاجتماعية وأيضا اللقاءات التلفزيونية لأن اللقاء هو اللي يعكس تصوراتك لأن الندوة عبارة عن خطاب جماهيري صحيح واليوم في رمضان والناس تبارك وتسلم لكن عرض المقابلة عرض برنامجك الانتخابي يكون حوار هادئ هذا يكون أعتقد أنه يؤثر تأثير مباشر على الناخبين واليوم الناس تنتظر أطروحات جديدة الناس ملت من الانتخابات الناس ملت من التأزيم الناس ملت تبحث عن الاستغرار حل ورحل يعني أيضا الناس تابع الاستغرار السياسي والتراجع اللي قاعد نشوفه اليوم الناس تابع تقدم فأنصح مرة الشحين اللي بيطنع يجب أن تضع حلول لما تطرح والأزمة الرئيسية اللي تطرحها يجب أن تضع لها حلول بخطاب جريء أنا أعتقد يكون أو يرفع شوية من الموجة الهادئة اليوم اللي قاعد نعيشها اليوم محمد نحن قاعد نعيش هدوء انتخابي هذا الهدوء متوقع أن يستمر إلى تقريبا عشر رمضان أو إلى تسع رمضان ثمانية رمضان بعدها تبدأ الانتخابات يعني تحمى وتزيد وتزداد المنافسة الانتخابية وتحتدم بين المرشحين في ذلك يجب الحرص مع صعود الانتخابات آخر سبوعين آخر سبوع ونص أنك تعرض عرض جيد لحملتك الانتخابية العرض الجيد هو اليوم الأخراج الجيد هذا يعني يساهم بشكل جدي في في التأثير على الناخبين اليوم الناخبين يحتاجون التأثير المباشر على الناخبين هذا ما زال مفقود تتوقع فيه نسبة مشاركة راح تكون في ظل هذا الهدوء اللي قاعد تتكلم عنه وهذه غير تتحدد كثير من الأمور نسبة النجاح عتبة النجاح من العاشر كم رغمه هذا أمر ترى مهم يعني الهدوء هذا أعتقد أن الهدوء الهدوء والملل وحل وراحل هل ستكون مشاركة هذا سؤالي الهدوء الذي يسبق العاصفة راح يكون فيه مشاركة وراح تحمل انتخابات في الأسبوع الأخير وتشتد مع الندوات مع المقابلات كل ما تزداد المقابلات كل ما تزداد الندوات الانتخابية ويكون هناك يعني مرشحين الآن في جولاتهم في عرض حملاتهم الانتخابية راح تزداد الفترة القادمة واعتقد راح يكون وتحفيز مطلوب للمشاركة نعم لكن ممكن على الحملات الانتخابية عموما أن تعالج عند الإناث النساء التصويت النساء قد يقل النساء يعني تكون مشغولة في رمضان ويأثر المؤثر الأكبر المؤثر لا خلقها تصويت بعد وعندنا من 12 إلى 12 يعني زين بالعكس الوقت زين لحق التصويت أبو حمد النساء اليوم 52% 52% في كل الدوار عدد كبير مؤثرين مؤثرين وكل الدوار نساء أعمالي بس أنا أختلف وياك ما أعتقد أنه سيكون هناك يعني تراجع من قبل المرأة في عملية المشاركة بسبب رمضان وأداء واجباتها المنزلية يعني لا أتوقع سيكون هناك حضور نسائي كبير هذا يعود أبو حمد على الحملات الانتخابية والتحفيز وحرارة الانتخابات نعم نحن اليوم داخل الشعب الكويتي في هناك نوع من الحرارة الانتخابية الحرارة الانتخابية هذه ستنعكس في صناديق الانتخاب والكل سيشارك أنا أعتقد أصبح فيه لياغة عند الناخب الكويتي لأن كل 6 شهر انتخابات أو كل 8 شهر فأصبحت لياغة عالية عند الناخب الكويتي وما عنده مشكلة أنه يطلع ويروح ويصوت وأعتقد هذا واجب على كل مواطن ومواطنة في مسألة التصويت بس أئلك عتبت النجاح في الدائرة الثانية توقعاتك العاشر كم رح يكون عتبت النجاح في الدائرة الثانية من 2300 إلى 2500 إلى 2500 الذي يصل إلى 2500 يعني إلى 2500 الأمان مرحة الأمان طبعا متوقع في الأولى أمس ما قلت الأولى أمس ذكرنا الأولى كم ممس تقريبا من 2800 إلى 3000 أبو حمد مو مراجع كم ألفين مو مراجع لأنها ذكرنا بالمكونات لا أنا مراجع في المكونات بس للتذكير للتذكير تعجبني 2800 إلى 3000 في الدائرة الأولى في الدائرة الثانية من 2300 إلى 2500 من يضمن ويركز بتحضير 2500 500 تصوت في الدائرة الثانية يعني يدخل مرحلة الأمان وإن شاء الله نبارك له في الانتخابات إن شاء الله في شيء تبتقوله شكرا أبو حمد أنا بس إذا كان هناك وصية إحنا ما زلنا الآن بعد إغلاق باب التسجيل الآن بدت يعني الاستطلاعات تنتشر بدأنا ننتشر ما زالت المنافسة قائمة ما في شيء مؤكد خروجها ما في شيء مؤكد يعني إلا استثناءات المؤكد يعني لكن الجميع يحرص على العمل إلى آخر الساعة من باب إغلاق التسجيل صحيح وهي منافسة شريفة بين كل المرشحين في الكويت ليظهر هذا العسل الديمقراطي ما زلنا في بداية المنافسة على الجميع أن يجتهد ويقدم وإن شاء الله نجد إن شاء الله نتيجة ترضي الشعب الكويتي وتنهض فيه بإنها إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا شكر لك أخويا محمد إثنيان رئيس مركز دروس على هذا التوضيح باشر سنتحدث عن الدائرة الثالثة إن شاء الله شكرا لك مشاهدين الكرام ما زلنا متواصلين معكم في حلقة هذه الليلة وراح يكون ضيفتنا دكتورة جنان بوشهري مرشح الدائرة الثالثة بعد هذا الفاصل انتخابات مجلس الأمة عشرين أربعة وعشرين للراغبين من السادة المرشحين بعرض إعلاناتهم عن الحملات الانتخابية